ابتهال شابة من البصرة تركت مدرستها في سن مبكر لكنها وبعد عشر سنوات قررت العودة للدراسة مستفيدة من برامج محو الأمية والتعليم المسرعة وهي الآن تحمل شهادة جامعية رغم الظروف الصعبة التي واجهتها فرجعت المدرستي حاولت أن أرجع فقالوا لأن عمرك ما مقبول أنت شبيرة فسألت مدارس ثانية أخرى قالوا لأيضا عمرك ما مقبول فهنا صراحة شوي تحطمت الحد ما بعدين إجاني خبر أني أكون مديرة تفتر ودور طالباتي لأعمارهم كبيرة قدرت أتخرج من الابتدائية وبعدها المتوسطة وتخرج كذلك من الإعدادية وبعد ذلك أكملت دراستي في الجامعة وإن شاء الله وحاليا أنا دا أطمع أني أجد فرصة عمل وأطلقت الجهات المعنية بالتعليم في العراق عام 2006 وبدعم من منظمة اليونسيف برنامجا لمحو الأمية والتعليم المسرعة يستقبل مختلف الفئات العمرية مشروع العودة إلى التعليم أكيد برئاسة مجلس الوزراء ولكن بالشراكة مع اليونسيف تعرفين اليونسيف خبرة في هذا المجال واشتركوا بالتدريب باليونسيف لكن يشمل كل المحافظات العراقية أجل نتيجة تحليل احتياج أشرف على هذا التحليل رئاسة مجلس الوزراء أكيدوا سووا لورش وصلوا لحال أنه لازم نسوي العودة للتعليم سابقا كانت المنظمات بدعم من اليونسيف هي التي تشتغل هسا الدولة أخذت على عاتق هذا المشروع القائمون على برامج محو الأمية والتعليم المسرعة يؤكدون التحاق أعداد كبيرة من الطلبة في المدارس المخصصة لهذا الغرض وفي عموم محافظات العراق بتحفيز من اليونسيف هم اللي أسسوا التعليم المسرع وأول حملة انطلقت هي بال2007 فكان تحفيزهم جدا قوي لأن الساقطة وأكبر عدد ممكن من المتسربين بأعمار من 12 إلى 18 من بنات وأولاد ويؤكد مكتب منظمة اليونسيف أن الأزمات التي شهدها العراق خلال العقود الماضية أثرت على نوعية التعليم وأصبحت هناك حاجة ملحة لتعليم نوعي يسمح للتلاميذ والطلب العراقيين بالدخول في سوق العمل نسب الأمية في العراق ارتفعت وخصوصا خلال تسعينيات القرن الماضي ووصلت بحسب منظمات أممية لـ 47% لكنها بدأت تتراجع خلال العقد الأخير إلى 13% بحسب وزارة التخطيط العراقية نجح العابدي الحرة محافظة البصرة ترجمة نانسي قنقر